الخطوة الاخرى انعوم كل البشرية هكذا لا مع شديد الاسم لا يشتفنى من ذلك الا صنفين من الناس حدا بهم سوء توفيقهم وانفسهم الامارة بالسوء الى خلاف ذلك منهم اولا بنوا مية حين حكموا طبعا ما عدا عمر بن عبد العزيز منهم فانهم لعنوا الحبا تراب على المنابر في صلوات جمعاتهم طيلة مدة حكمهم وهذا هو احد تفاصير قوله تعالى ليلة القدر التي هي خير من الف شهر يعني الف شهر حصلت فيها هذه الجريمة الشنعاء وهو مدة ملت بني عمية تقريبا وليس تحقيقا ومن الملاحظة انهم لم يذكروه بمنقصة بصراحة وليس لهم ان يقولوا ذلك وانما لعنوه فقط حقدا عليه واخذا بمصالحهم الدنيوية بائعة عنهم مع ولايته واخذا باحقاد بدر وحنين كما قال يزيد الاموي ماذا قال ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل لا اهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لعبت دين ماكو عبيدو لعبت خاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل قد قتلنا القرن من اسيادهم وعدلناه ببدر فاعتدل لست من خند فإن لم انتقم يعني يزيد قبضة الله لست من خند فإن لم انتقم من بني احمد ما كان فعل واشياخه هين يقول ليت اشياخي منهم بالله هم المشركون الذين قتلهم امير المؤمنين عليه السلام في وقعة بدر الكبرى واحد اوامثالها فهو يقول مثل هذا الكلام الفاسد يزيد قبضة الله في حين ان جبرايل سلام الله عليه يقول لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار كما قال الشاعر جبريل نادى معلنا والنقع ليس بمنجلي والمسلمون بأسرهم وفي نسخه والمسلمون قد احدقوا حول النبي المرسلي لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي سلام الله وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله ويقاعد بأمير المؤمنين امور اي واحد مننا عليها ضربة علي في الخندق ما مضمونه ضربة علي في الخندق تعدل عمل الثقلين يعني طاعات الانس والجن جميعا وحسب فهمي ان كل ضرباته هكذا وليس هذه الظلمة فقط هذه الرواية ليس لها مفهوم نافي ان الظلمات الاخرى ليست هكذا طبعا واضح الل curious لكم